موسيقى بتوقيت مصر أهلا بكم حلقة جديدة نناقش فيها أكثر الموضوعات التي تثير قلق المصريين ونبدأها بالوضع الاقتصادي الذي يتخوف قطاع كبير من المصريين من تكرار سيناريو الامهيار اللبناني في مصر ونتطرق إلى الجدل الذي أثرته ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتحديدا فكرة إنشاء صندوق جديد للأسرة وفي الختام نستعرض مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وما أثاره من ودود فعل غاضبة فاصل ويبدأ النقاش يعيش جميع المواطنين في مصر بلا استثناء حالة من الخوف والقلق على الوضع الاقتصادي للبلاد بعد التراجع الكبير في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار على مدار عام ولم تنجح التصريحات الرئاسية والحكومية في طمأنة المصريين الذين يخشون تكرار السيناريو اللبناني والوصول إلى الانهيار الكبير في الوضع الاقتصادي والمالي وما بين المخاوف والتطمينات نلتقي في هذه الفقرة مع الخبير الاقتصادي دكتور حسن الصادي أستاذ اقتصادات التمويل بجامعة القاهرة رحبا حضرتك دكتور حسن آن وثانا يفعل تدي ما حضرتك دكتور حسن من آخر قرارات الحكومة وهو الخاص بدوابط جديدة تهدف إلى الحد من الانفاق الحكومي وتشمل أيضا وقف المشاريع الجديدة لكن في نفس الخبر أو في نفس الضوابط استثنت الحكومة 11 جهة وغرضا للصرف هي وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة والجهات القائمة على تدبير السلعة التموينية الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية الغاز ومشتقتها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها وزارة الدفاع والجهات التابعة لها ديوان عام وزارة الخارجية الفوائد والأقصاط وغيره من في الخبر المعلن كيف ترى هذا الخبر بهذا الشيء ونقيده؟ أو الشيء واستثناءه؟ هو الاستثناء والشيء نبقى الاستثناء هو القاعدة والقاعدة باتية الاستثناء أنه نمشي على القواعد الاقتصادية السليمة بقى هو الاستثناء في الواقع لها مودي فيه لما بنيجي نقول أنه بساقسني هداشر جههه، هيدااشر جههه يجب بكل حرفيه ثانيه تستثناء ممكن جهتين أو ثلاثة لا تستثناء لكن مش هقدر اقول أنه مش هدبر احتاجات الشعب المصري من المنتجات الغذائية فالموضوع موضوع سيادي الموضوع موضوع أمن قومي مش هقدر أقول أن أنا مش هدبر احتاجات الشعب المصري من البترول والمشتقات البترولية هو الحتة اللي مصدريفة فيها والغاز نحن نصدر غاز طب بيه أنت حاطت أن أنا بسسني من الغاز كمان هل هي منتجات من مشتقات الغاز هل هو الغاز بتاع الأنابيب بتاع البيوت ولا مش واضح الشرطة الجيش الخارجية دي الجهات السيادية الأكبر في الدولة ما أقدرش أن أنا أمسها الصحة طبعا طب مش معقولة مش هنوفر الاحتياجات بتاعة المستزمان بتاعة الصحة بتاعة المواطن فالاستثناءات اللي موجودة هي استثناءات حتمية تفرضها بقاء الدولة المصرية مش هقدر أقول أن أنا مش هدبر احتياجاتي من العملة علشان أسدد المديونيات والقروض والفايد اللي عليها لو ما سددتش هتتفلس فهي الموضوع لإستثناءات لا طبيعية جدا نهيت بموجودة المشكلة في الحظر اللي موجود الحظر اللي موجود فيه بند من بنود الحظر اللي موجودة فيه عدم تدبير عملة دي والحد منه اللي هو الانفاق على البعثات التعليمية في الخارج خلينا نتكلم في القرارات الاقتصادية هل التعويم المتكرر جاذب للاستثمار؟ التعويم المتكرر هو أكثر شيء يطرد الاستثمار من الدعوية قلنا مئة مرة الاستثمار الأجنبي بيجي على استقرار سعر صرف مش على سعر صرف مش عارف أنه هخرج منه بكامل استثمار الأجنبي بيجي على إجزت ما بيجيش على إنتري طيب لماذا يصر عليه صندوق النقط إذا كان فيه ضررا على الحالة الاستثمارية أو الحالة الاقتصادية في مصر؟ كما قلنا دوافع ونوايا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وإذن حتى منظمة الأمم المتحدة هي قرارات ودوافع ونوايا محكومة بالجهات الأكثر تقدم أكثر مساعدات للصندوق أو مساهمات للصندوق بتتافز الأجندا بتاعتها الأجندا بتاعتها قلنا مئة ألف مرة الأجندا بتاعتها لم يتم تحفظها سياسيا من خلال الفوضى الخلاقة اللي هي في الميدل إيس اللي حصلت وانتهت على لا شيء فبيجي لك في الميدل إيس أو في الشرق الأوسط في تونس في مصر في الدنان في سوريا في الدول دي كلها من خلال الأدوات الاقتصادية بس حدا كده بترجع المشكلة إلى صندوق النقط يعني ما وصلت إليه مصر في الوضع الاقتصادي الآن هو صندوق النقط المشكلة فينا وهو مقرد بالأساس يعني هو ما بيجيش يضطرت أنك تأخذ منه هو مقرد ما المشكلة فينا احنا احنا اللي روحنا للصندوق برجلينا خلينا أقول عننا احنا وفقا للأرقام الرسمية حصيلة مصر السنوية من العملات الأجنبية بتبلغ نحو 100 مليار دولار الصادرات بتقترب من 45 مليار دولار 11 مليار صادرات مشتقات الطاقة من الغاز والنفط إرادات تحويل المصريين بتصل تقريبا ل32 مليار دولار أيضا قناة السويس آخر رقم معلن كان 8 مليار دولار لا يوجد دولة عربية أو قل ما توجد دولة عربية تتضفق فيها هذه الدولارات بخلاف دولة نفطية فبالتالي مصر حصلتها الدولارية كبيرة كيف حدث هذا العجز الشديد؟ العجز الشديد يا فاندل بأنه بيبقى فيه حاجة اسمها مصروفة cash flow فيه تدفقات دولارية دخلة وفيه تدفقات دولارية خارجة فلازم إنه انا بنعمل التوازن ما بين التدفقات الدولارية الخارجة مع تدفقات الدولارية الدخلة التدفقات الدولارية الدخلة بتاعتنا 100 مليار اللي احنا بنقول عليهم تدفقات الدولارية خارجة قد ايه أكتر أنا عندي مشكلة أقل أنا عندي فائد لو أقل يبقى عندي قوة في الاتصال بتاعي لو أقل لو تدفقات الخارجة أكبر من تدفقات الدخلة أنا بضعف زي أي مواطن زي أي شركة زي أي كائن ما يكون طالما صرفه أكتر من إراده لازم يحصل عنده خلل لازم يوصل لمرحلة مراحلة المدينية لازم يوصل لمرحلة مراحلة عدم القدرة على استداد لازم يوصل لمرحلة من مراحلة قد تؤدي إلى الإفلاس إلا إذا جاء أجل قبل الإفلاس فده اللي إحنا موجودين فيه اللي إحنا موجودين فيه مرة بتسئل إحنا بنقول خطط طويلة الأجل هي دخل طويلة الأجل دي كم سنة قلت لهم من ساعة ما تولدت الغد دي الوقتي أنا حاس كل خطط طويلة الأجل هي أجلها أطول من أجلي لأن أجلي قرى بيحل والخطط دي لم أرى منها أي نتيجة فالمشكلة في الدولار مع تدفقات الدولارية الضخمة جدا من مصادر متنوع وده أساس قوة الاقتصاد المصري تنوع مصادر الدخل اللي موجودة فيه إلا أننا لم نحسن إدارة هذه التدفقات الدولارية أو تدفقات النقدية لصالح الاقتصاد القادم كان هناك منذ فترة منقشة في مجلس النواب لقانون خاص بإنشاء صندوق لقناة السويس والبعض علق على هذا الاقتراح وقال طب ليه نعمل صندوق لقناة السويس برأي حضرتك ما ماذا رجحت هذا الطرح؟ بص يا فندم الصندوق وطرح قناة السويس في البورسة والكلام ده كله ده يعني ممكن يدخل تحت اللفظ اللي الرئيس قاله الهري الاقتصادي لكن القناة يا فندم أحسن حاجة إحنا عندنا مصدر إحنا عندنا مصدر ممكن تجيبي منه 120-125 مليار دولار في عملية توريق والتوريق ليست ضد القناة والمجرى الملاحي التوريق ضد الإعادات التوريق يعني إيه؟ التوريق يعني إيه؟ أنا عايز أصدر سندات دولية دي اسمها يا فندم اسمها income bonds إحنا هنعملها sovereign income bonds اللي هي سندات سيادية مرتبطة بدخل أصل من الأصول الأصل بتاع مجرى الملاحي ده ده أعظم أصل ممكن أكتب عليه اللي بقولك عليه ده لموجود في أمريكا ممكن يكون موجود في بانما مش موجود في أي أصل من الأصول اللي هننتباريها يعني الطرق والكبار اللي هي بتتعامل دي دي بره بنمويلها income bonds بازر سندات علشان أبني الطريق عندي بحصل الإرادات من المرور هو دوت اللي أنا بديك منها الإرادات بتاع السند اللي انت اشتريتيه مني عشان أبني الطريق قناة السويس نيجي القناة السويس قناة السويس عندها دخل سنوية من 7-8 مليار دولار حتى تزايد مع الاقتصاد العالمي لما بديد التجارة الدولية الموجودة احنا بنعمل توريق بنزر سندات سيادية ضد الإراد مش ضد القناة السندات دي تلاها تراتب حقوق ملكية وبالتالي لا يمكن لأي حد إن هو تدخل في إدارة القناة لكن لو أصدرت سام ضد القناة أو ضد شركات الموجودة في القناة يعني حدك بتختصت مع فكرة التوريق التوريق؟ لأنها لما تقالت فكرة التوريق ما تقالتش صح مع احترامي للأسامي اللي هي اقترحتها اللي هي اقترحتها إيه اللي هيحصل أنا هاجتزق جزء من دخل القناة أنا مقدرش يرمي 7 مليار كلهم في توريق لأن أنا معتمد في الإرادات بتاعتي من الدولار على دخل قناة السويس إيه اللي هنعمل إيه؟ هنيجي نقول أنا حذر سندات دولية ضد الإراد مش ضد القناة السند لا يرتب حق ملكية للقناة فسيادتنا على القناة كاملة السند لا يرتب الحق في إدارة القناة فسيادتنا على القناة كاملة السند ممكن أنزل ألمه من السوق وبالتالي أسترد السندات اللي أنا أصدرتها في حال التحسن الحال الاقتصادية أو سوق الاقتصاد العالمي الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة السند نتيجة إيه؟ نتيجة التفاعل السعبات لما جت فيكرة صندوق قناة السويس كان هناك رأيه آخر ruined ما القناة عندها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وكان أعتقد لما تم إنشاءها أو تم الإعلان عنها كان دكتور أحمد درويش هو المسؤول عنها في البداية إيه الفرق ما بين أنشئ صندوق والهيئة الاقتصادية؟ إيه الفرق ما بينهم؟ الهيئة الاقتصادية فإنما هي كانت هيئة اقتصادية علشان المنطقة الاقتصادية بتاعة قناة السويس ان انا كنا عايزين نعمل منطقة اقتصادية صناعية تجارية ومجابها كمان تم انشاء سبع شركات خاصة بقناة السويس الشركات دي كانت كلها ايما ان انا بعمل منطقة اقتصادية حرة جنب قناة السويس علشان ان انا اخلي قناة السويس زياد اعمل جنبها اكبر مخازن على مستوى العالم يبقى منطقة لوجستية منطقة تخزينية ان انا اعمل صناعات تجميعية تبقى موجودة فيها ان انا انقل مجموعة كبيرة جدا من المنتجات في المنطقة الحرة ديت يتم انتاجة في المنطقة الحرة ويتم عادة تصديرها لي الخارج مرة تانية ما هواش اللي بنتكلم فيه دلوقتي ان احنا نعمل صندوق على قناة السويس ونترحه في البورصة لو عملنا الصندوق وطرحناه في البورصة هي حقوق ملكية فان انت بترتيب دلوقتي حقوق ملكية على الاصول ديت اللي بيشتري الاسهم ديت اللي بيترتيب له حقوق ملكية من حقه ان هو يتدخل في القرارات بتاعة المشروعات دي. من حقه ان هو ياخد قرار بعد كده بالبيع لمستثمر استراتيجي. زي يا فندم كان عندنا حصة في كان عندنا حصة في سكندرية الحويات. كان عندنا حصة في الحاجات الكثيرة اللي نحن نشوفها. دي حقوق ملكية. فنقدر بيه حق الملكية. فبيعت حق الملكية. دي السنديق السيادية اللي جاي من الامارات والسعودية ومن قاطر ومن. اللي تكلبت على الاصول بتاعتنا اللي حندفع تمن البيع في حدود تلاتة شهر. بمعنى? ما يا فندم دولت دخلوا على شركات كسبانة. في تلقي واحد تلاتين اتناشر الشركات دي اعلانة ارباحها. بقوا مليهم نسبة في الارباح. نسبة الارباح لازم تحول ليهم. البنك المركزي هو اللي حينزي ليجيب لهم الدولار من السوق. مش هما. حسب القوانين الدولية. انا بتتدبر بالسعر الرسمي بتاعك. يعني لما هينزي سعر الدولار من المس فاربعين جنيه النهاردة. بس سعره في البنك في سبعة وعشرين ونص هنحول له على سعر دولار سبعة وعشرين جنيه ونص وده باربعين سبعة وعشرين جنيه ونص. طب مين اللي هجيبه له البنك? هجيبه منين? من السوق باربعين. فانا بدرب نفسي بضهري. طب ده سؤال برضو. ليه في سعرين لسعر الصرف? خاصة انه من بعد 2016 من بعد التعويم اول قرارات الاصلاح الاقتصادي بداية عام 2017. كان فيه حملة كبيرة جدا من الدولة على شركات الصرافة ويمكن تم تحجمها بشكل كبير جدا واصبح هناك سعر صرف واحد. ايه اللي حصل دلوقتي? انا عندي السوق الليجل والسوق الليجل. عندك مخادرات في البرد ولا لأ مش هنقدر نمكن بقول مع دناش. فتجار المخادرات بيشتروا بسعر غير سعر البنك. بس استرافة مربوطة بالبنك المركزي يعني بيقدر يرائبها. ماشي استرافة بترائب بس الناس اللي في قديهم الدولار اللي موجودين في السوق ما بيغيرش عند تاجر بتاع استرافة. ده بيغير يا فاند من برا السوق ده بيغير من برا البلد. ده بيدي الدولار في الخريج وبياخد دابن ومصري هنا. اللي اخده في الخريج ده مين? ده تجر المخادرات اللي بدخلك الملوخارات اللي موجودة في البلد. طالما عندك تجارة مخادرات. طالما عندك تجارة السلاح. صد Eldar. وغسيل الاموال. لازم الدولار والعملة الصابع هتبقى. فاستحال انه انت يكون عندك سعر واحد سرف واحد. لما يكون عندك سوق واحد للدولار هيبعدك سعر واحد للدولار. للوقت يا فندم انت عندك خمس اسعار للدولار. طب احنا عارفين واحد واتنين بالتلاتة. وتلاتة واربعة. دا انت عندك دا انت عندك سوق سوده رسمي وسوق سوده غير رسمي. وسوق سوده غير رسمي برا مصر. بص يا باب. انت عندك السعر المعلن سبعة عشرين ونصف. طيب هات يا بنك سبعة عشرين ونصف. عايز منك عشر في المائة مصريف تدبير عامة. صح? فبقى دوت اول سوق ايه? برا السبعة عشرين ونصف المعلن. صح? طيب. بقى سبعة عشرين ونصف البنك بينزل يجيب لك بعشر في المائة فوق السبعة عشرين ونصف. صح? والسوق ملمس فاربعين. هادي السعر التاني. صح? مزبوط. وسعره في الخليج اكثر من سعره في الداخل بحوالي سبعة تمانية عشر في المائة. طيب. المعادلة اللي حضرتك شرحتها دلوقتي. هل ممكن الخروج منها في 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 زمن قريب? اه. ازاي? بص يا فانو. لو عايزين نحل مشكلة احنا بنبسطها مش بنعقدها. بنحاول نفك الموضوع للحاجات الاساسية. طيب هو الرئيس حاول يفكها للحاجات الاساسية. يعني قال ان الزيادة السكانية هي السبب وليس الفساد الاداري. وهو سبب مشكلة انه يعني التهام الاحتياطي النقدي او انه مشاكل مصر الموجودة حاليا. على رغم انه على جانب اخر بنفس الارقام المصرية ايضا انه نسبة المواليد من 2017 بعد قرارات الاصلاح الاقتصادي تحديدا انخفضت لتلاتين بالمئة. فهل فعلا من واقع الدراسات يعني? هل فعلا زيادة السكانية تلتهم من الزيادة السكانية لما تبقى مستواتها تحت خط الفقر الاربين في المئة تلتهم. هم. الزيادة السكانية لما تكون معادل الامية في الدولة تلاتين اربين في المئة تلتهم. هم. الزيادة السكانية تلتهم لما بيكونش فرص انتاجية. الناس قاعدة بتاكل ما عندهاش وظايف. فتلتهم اي تنمية اقتصادية. يبقى الموضوع موضوع ايه? اننا ما عنديش اقتصاد يستوعب الايدي العاملة دي. طب يا سيادة السكانية عندنا ولا في الصين? ولا في الهند? ما دي اقوى اقتصاديات موجودة على وش الارض. يعني بتتفق مع كلمة الرئيس ان النمو السكاني هو ليه تأثير كبير على ما يحدث في مصر اقتصاديا? عدم قدرة الدولة على تحويل النمو السكاني دوت لأيدي عاملة هو اللي بيتسبب كده. احنا بنتعامل مع السكان يا فاندم كافواه. ما بتعملش معهم كايدي عاملة. طيب. طيب. طول ما هنتعامل معهم كافواه هم عيبقى على الدولة. هنتعامل معهم كايدي عاملة هم سند الدولة. طيب. في حاجة في نقطة نقطة اخرى. انه اه الموازنة العامة بتعتمد بشكل جبير جدا على الدرائب. وبالواقع الموجود حاليا انه نسبة التضخم في ارتفاع. نسبة البطالة ايضا في ارتفاع. نظرا لانه في بعض الجهات او بعض المشاريع المتوسطة والصغيرة. لم تستطع لها تقاوم ما يحدث حاليا. فبالتالي قفلت. فهناك نسبة بطالة بترتفع. ممكن لا توجد نسب معلنة الان. ولكن النسبة كبيرة. طيب. كيف هتحقق الدولة نسبة الارباح. نسبة الدرائب اللي بتعتمد عليها او الرقم المحطوط في الموازنة العامة لهذا العام. بص فان. الدرائب ده النظام عدالة الاجتماعية. مش جباية. ام. الدرائب مش معمولة علشان تسد العجل بتاع الموازنة العامة في الدولة. الدرائب معمولة علشان تخلق النوع من انواع المساواة المجتمعية. ام. ما بين المستويات اللي موجودة في الدولة. مش عشان تسد العجل بتاع موازنة العامة بتاع الدولة. الدرائب معمولة اساسا علشان الدفاع. علشان الصحة. علشان التعليم. علشان الحاجات السيادية بتاعت الدولة. لكن مش موجودة علشان انا بستهدف اجيب حصيلة ضربية. عايز تجيب الحصيلة الضربية بطريقة صحية كبر الاقتصاد تجيب المستهدف لكن مش تجري وراء رجال الاعمال. نتيجة للسعي وراء رجال الاعمال بصفة مستمرة اهم رجال الاعمال بتوعنا بيهربوا هم نفسهم برا البلد فمرة بلكده قلتلك الرأس المال الاجنبي بطل يفكر ان هو يجي في مصر ده الاخطر من كده ان رأس المال المحلي بطل يفكر ان يستنى في مصر. بيعمل شركات في جهات يستعديكي بيها لو حاولت ان انت تلطيه نتيجة ايه? لأن النتيجة ان هو حس ان هو مستهدف ان الدولة عايزة منه اكتر حصيلة ممكنة. مش عايزة تديله وتساعده ان هو يكبر عمليات الانتاجية بتاعته عشان زود الحصيلة. هولي ساعدتك رقم بسيط قوي. تركيا بالتضخم اللي موجود فيها. بانهيار العملة اللي موجود فيها. بكل الموباقات اللي انا شايفينها على السطح اللي موجود فيها تركيا لم تزيد الدرائب ما الليه موحدة. ولا واحد في المية. طيب. الحصيلة الدرائبية بتاعت تركيا زادت بمية وعشرة مليا. زادت بمية وعشرة في المية. مش بخمسة او تمانية او عشرة في المية اللي احنا نزادهم. زادت بمية وعشرة في المية نتيجة لايه? لأنهو كبر حجم الاقتصاد. فبقت الحصيلة بتاعتي دبل. لكن طول ما انت بتدور ان انت تزود حاصلتك من الطبق او التورتة اللي موجودة دلوقتي التورتة حتى تلاشى. حتى مع المناقشة الحالية الدائرة في مجلس الشيوخ عن طريقة لدمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي? طريقة دمج الاقتصاد الرسمي لازم توريلي استفاتي كاقتصاد الرسمي علشان اخش فيك الاقتصاد الرسمي. عشان اخش فيك الاقتصاد الرسمي. طيب. عارف ليه يا فاندن? تفضل. عمرك مع تعرف تدخلي الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي. عارف ليه? لأن اللي شغالين في الاقتصاد هيروحوليك الشمال هتروحي الشمال يجي من مين لو ما شافش مصلحته لو شايف ان كل اللي انا بعمله فاتورة الالكترونية وتعامل كذا وكذا وكذا علشان انا عايزة جرجارك ادخلك في القفص يا فندم انا عايز ادخلك في جنتي اعمل له القفص ده جنة هو اللي هيجيلك روح للطرف الاضعف فيه الضرايب وتعامل معي اقولها بسرعة جدا الضرايب يا فندم هي بتنسلد عليه على حركة النقود والفلوس اللي موجودة في الدول ده ابسط حاجة موجودة الفلوس دي عندي مين؟ يا اما عند الهوزولدس فان الهوزولدس يايما عند شركات الأعمال يايما عند الأسر المصرية الحكومة التي ستفعش درايب ما هم 3 يونتس في أي اقتصاد فمنتقة ببساطة هو وشكومة تمام؟ كمواطن مصري لو هي عندك تدفع ضريبة أرباح تجارية وصناعية لو هي عندي أدفع ضريبة دحر طب أنا حركة الفيوز بتتم إزاي؟ إحنا مخلين يا فندم الاقتصاد نقضي إحنا عايزين ان الاقتصاد دوت يبان نسميه cashless economy اقتصاد نقضي على أدنى حد ممكن وبالتالي أي قرش بيخش عندك بيبان عندي كائرات تدفع ضريبته أي قرش بيستنى عندي بيبان عندي فائد في الدخل فبدفع ضريبته ما فيش حاجة اسمها يا فندم ضريبة على الدخل الضريبة على الفائد في الدخل مش الضريبة إن أنا دخلي 2000 بصرف 2000 فأنت قبل ما تصرف أنا واخد منك 20 أصرف 1600 يا فندم أنا الـ 2000 أساسا مش مكفييني تاخد مني ضريبة على إيه؟ أوكي؟ فالمفروض يا أم الضريبة عندي لكن من ضمن القرارات إنه الضريبة على الدخل بيعني تم رفعها أو إلغاءها على دخله 30 ألف في السنة مهدف كل الاختصديات ويبتدي بقى ضرورة الدخل الرقم عادل 30 ألف في السنة في ظل الأوضاع الاقتصديات لا أفهم هو كل ما بتزيد من سويات المعيشة والتكلفة كل ما بنرفع الحد الأدنى للإعفاء من الوجور بس الضريبة فاندم إلي موجودة غير عادلة أنا بشكراك يا دكتور حسن شكراك يا دكتور حسن شكراك شكراك يا دكتور حسن 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 مستندات التحصيل فيها مرونة أكثر لأن المستورد يأخذ خط تسهيل 8 تجاري من المورد برا إذا كانت الإعلاقة الثقة ما منهم متوسرة وفي سابق للتعامل ما منهم في عمليات سابقة الأسعار هتنزل لأن هذه بضاعة دخلت وتم تمولها من البنك بأسعار حتى قبل تحرير سعر الصف الأخير ولو أن التجار كان بيسعار بضاعتهم في السوق المحلي بأسعار السوق الموازية قبل أكثر من 130 عاماً افتتحت مصر حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة على مساحة 80 فداناً لتكون الأكبر في الشرق الأوسط والأولى في إفريقيا حيث كانت تسمى بجوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا وبعد تاريخ طويل من العراقة والريادة تدهرت أحوال الحديقة التابعة للحكومة بشكل كبير وحان أوانوا تطويرها إلى أن مخطط التطوير الذي أعلنته الحكومة قبل بانتقادات لاذعة وسط مخاوف من التأثير على ثرواتها النباتية والحيوانية ولمزيد من التوضيح مع إضافة دكتورة سهير زكي حواس أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمرية بجامعة القاهرة برحب بحضرتك دكتور سهير أهلا بيكي في البداية كيف تبعتي الإعلان الخاص بتطوير حديقة الحيوان بالجيزة؟ يعني تبعته بجزء الأول أن أنا ساعت أن بدأنا نهتم بسرواتنا والحضائق التاريخية بهذا الشكل لكن أصبني يعني قلق كبير جداً لما قريت مع الخبر وجود تيلي فريك في المشروع وجود مصطلح إعادة تخطيط وده مصطلح مرعب لما أكون بتعامل مع حاجة تاريخية برضو ألقني جداً فكرة أن هيبقى فيه منشآت حتى وإن كانت بسيطة ولكن أين هذه المنشآت اللي هضفها؟ كلمة أنشطة طرفهية أو محلات تجارية أو أكشاك تجارية برضو محتاجة وقفة ففي بعض الكلمات اللي أضيفت للإعلان عن هذا المشروع تسبب قلق لمن يتعامل مع التراث بشكل عام ليه ألقك كلمة إعادة التخطيط؟ إعادة التخطيط بنستعملها في الأماكن اللي هي العشوائية أو الأماكن اللي لا جدوة من التعامل معها فبتزال بالكامل وتعيدي تخطيط المكان لكن لما أدخل في مكان تاريخي أو تراثي هنا أنا بعمل رفع كفاءة يعني المصطلحات بتفرق كتير جدا عن مستوى العالم يعني فيه اتفق يعني في مجال حماية التراث أو الأماكن التراثية على بعض المصطلحات يعني بدل كلمة تطوير بمعنى development أنا بستعمل conservation الحفاظ أول ما تقولي حفاظ كل اللي بيتعاملوا مع التراث فاهمين معنا مشروع حفاظ يعني إيه وقد يحتوي على نفس العناصر ونفس الأفكار ولكن تسمية المشروع حفاظ في يطمئن قلبك أن أنت على دراية أنك دخل على حاجة هتحفظي عليها وترفع كفاءتها وتصميها وتحميها من التدهور في المستقبل يعني فيه معاملات معينة هتحصن لكن التطوير أحيانا بيبقى على حساب بعض العناصر المطلوب حمايتها هو استخدموا اللفظين تطوير الحديقة ورفع الكفاءة وصابوا نماء بها من مباني أثرية وتاريخية لكن السؤال لحضرتك مين الجهات اللي المفترض تتدخل لرفع الكفاءة؟ يعني المالك بيختار الجهة يعني المالك بيبقى له دور في القصة دي وهو وزارة الزراعة بعد كده لأن الحديقة مسجلة على مستويين فيها عناصر مسجلة كأثار فبالتالي وزارة الأثار أو الجماعة الأثاريين مسؤولين عن جزء كبير الحديقة نفسها مسجلة كحيس تراثي طبقا لقانون 144 للصدر في 2006 إنها يعني منشآت أو ما كان عند التعامل معها لابد من مراجعة أي أعمال من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اللي هو يمثل وزارة الثقافة ففيه جهات كتيرة بعد كده يعني بندعو الشخص الممول يعني بتدرس جهة التمويل ممكن تكون فين أو مين لكن مهمة قوي إن جهة التمويل ما تكونش مؤثرة على نوعية الأعمال اللي هتتم لأن أنا كممول ببقى محتاجة أسترجع فلوسي تاني سواء على المدى القريب أو البعيد لكن بيبقى فيه أكيد بعد استثماري في الموضوع فهنا بيبقى فيه ضوابط لا مانع أبدا من المكسب من التراث يعني التراث إنه يكون له مردود اقتصادي ده بالعكس ده مطلوب لكن مهمة جدا إن نسبة من هذا العائد يعني توجه ناحية صيانة الحديقة إنها تحفظ مكانتها وحالتها الجيدة على المدى البعيد ممكن البعض دكتور سوير يقول لحضرتك إيه طب وإحنا ليه عاملين يعني الهي صديع على حضائق الحيوان إنجاز التعبير إن أنا أقول كده وتعليقات على السوشيال ميديا وبرامج في التليفزيون خاصة إن الحديقة 2004 خرجت من تصنيف الحضائق الحيوان الحاجة التانية إنه في 2012 تم اكتشاف إنه غرفة الملك فاروق اللي كانت المفروض إن هي في استراحة وزير الزراعة اتباعت وهي موجودة في مازات في الخارج فهنقول تب إحنا ليه زعلانين ده بالعكس لا إحنا ما أطلوب رفع كفاءة حديقة الحيوان ده مفيش شك هي في أشد الاحتياج لمشروع يرجعها لنا تاني إحنا بنفقد جوهرة زي ما قلت في بداية الحديث لكن نسترد ده إزاي ليه قواعد فنية محتاجين نطمئن لها ما فيش شك يعني إن هذا المشروع جاي ينقذها لكن هينقذها إزاي بقادة التخطيط بوجود تليفريك تما هي كانت موجودة وفضرت على حالتها ولم تمسسها لا يد تطوير ولا تحديث ومحافظة على التراث ومع ذلك التراث نفسه خرج من الحديقة ده الإنسان نفسه لو ما سنتهوش جسد البشري بيتدهور ده كيان تمانين فدان مطروقة للإهمال يبقى محتاجة يعني أتدخل لكن أتدخل إزاي؟ يعني أنا عندي حاجات لازم تبقى معروفة إن لانتومس الأرضيات المرسومة بالزلة الملون المنشآت الأسرية هعمل فيها إيه؟ طيب بلاش الغطاء النباتي الموجود هحميه إزاي خلال المشروع المطروح يعني ده كل شجرة محتاجة السياج حواليها أو من كل مجموع دخول وتشوين المواد داخل هذه الحديقة هل فيه آلات سقيلة هتدخل؟ لو أنا هعمل بنية أساسية مش فيه حفرة هيتم؟ طب أحمي الموجود إزاي؟ يعني فيه اعتبارات كثيرة جدا لما بتعامل مع مكان له حساسية شديدة في الأمور الخاصة بالتراث ما بشتغلش بنفس الطريقة ده فيه مباني لما بدخل جواه أرممها ممنوع السقلة تسند على الحيطة يعني بيختاروا السقلات الهايدروليك عشان ما بوضش حاجة وده سؤال هل هيتم الاستعانة بأثريين بجهات بناس لها النوع ده من الدراسة انا اللي بنترح السؤال ده يعني ما ينشر في الصحف لا يمس هذه التفاصيل او بيقولك فيه تطوير هنعمل حديقة مفتوحة يعني حتى كلمة حديقة مفتوحة لأ يعني المساحة بتاعت هذه الحديقة لا تسمح ولكن تسمح بتطبيق معايير الدولية في فك أسر الحيونات المحبوسة في حي ازديق وتعامل مع الحيونات ازاي فربما هو ده المقصود بحديقة مفتوحة لكن ما هيش حديقة سفاري اللي بحتاجة عشر أضعاف هذه المساحة هل قبل ما بتدخل عملية التطوير او رفع الكفاءة او اي المكان المسمى اللي هيستخدم في حديقة الحيوان هل مفترض ان في لجنة بتدخل للجرد المحتويات الموجودة لجنة من وزارة الثقافة من وزارة الآثار معنيين بالتراث المصري او باليعني ازا كان محتويات الملك فاروق تشجل كأثر هل تدخل لجنة تدخل المحتويات او ما تبقى من المحتويات غالبا في حاجة كده بدليل ان لما الغرفة خرجت اتحط بدلة غرفة تانية يعني عشان العدد القطع الاثاثي يبقى كامل فيعني هو اكيد لكن هو مين اللي بيعمل ده يعني مين اللي بيعمل الجرد والجرد ده بيتعرض على مين يعني دي كلها تفاصيل ادارة انا ما اقدرش ارد على التفاصيل دي لكن انا بطلب ان يبقى فيه مجلس امناء مختار من ناس متخصصين من الشخصيات العامة من الناس المثقفة المهتمة بالامور دي هذا المجلس يراقب ويحاسب ويشوف الميزانية بتاعت الحديقة دي مناسبة ولا مش مناسبة يعني ايه المانع ان يبقى عندي هذا المجلس الامناء هل اصابت اي اندهاش حينما تم عرض الانتاج الحربي او تدخل جهة يعني بعيدة كل البعد عن فكرة التطوير او التحديث او التراث هل يعني جائك اي تساؤل لماذا هذه الجهة تحديدا هي من تدخلت لرفع الكفاء جالي السؤال طبعا وسألت على طول يعني هل في سبقة اعمال في هذا المجال وبناء عليه تم الاختيار ولا ايه اللي كانت سمعت في تلفزيون وقريت انه يعني تم الاسناد نتيجة عرض مالي وعرض فني يعني كان موجود انا يعني معرفش ايه اللي تم بالتفصيل لكن طبعا السؤال كان مطروح انا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة سهير حواز شكرا للمشاركة على شاشة بي بي سي شكرا شكرا للمشارك كل روح عايشة في الأرض من حقها هي تلاقي لقمتها كلها الكلاب والحيوانات هي شركعنا في الأرض واللي بيرحم حيوان فبالتالي هو بيرحم إنسان في المقام الأول أنا فاطيما خير عضوة في جماعة فرصة حياة المبادرة اسمها هنعيش عشان هدفها الناحية كل الأرواح من حقها انها تعيش بسلام وأمان وتلاقي أكل دي فكرة المبادرة المبادرة كلها قيمة على الريسايكلينج بدل ما نعدم الأكل ويدفع فيه فلوس تير جدا في إعدامه ويترمي فإحنا بناخده وبنأكله للكلاب أو الحيوانات في الشارع أو الحيوانات في الشلتر عندنا عملت المبادرة دي لأسباب كتير قوي أول سبب ظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله ومفيش أصلا فلوس ولا تبروات كتير تاني سبب إن الكلاب بتأكل كميات كبيرة قوي وفلوس كتير قوي بتروح على الأكل فطب ليه ما استغلش الأكل اللي بيترمي للكلاب دي والفلوس دي تروح لاتجاهات تانية زي العلاج زي الأدوية زي الداكاترا الحاجات اللي مش هقدر أجيبها من ريسايكلنج أو إعادة تدوير ثالث حاجة أنا شايف إن فيه هدر كتير جدا في المطاعم والفنادق والمخابز والأفران يعني كل الأماكن دي طب ليه؟ يعني إما راشد استهلاك الناس أو نستفيد بالبوائي دي واللي بيرحم حيوان فبالتالي هو بيرحم إنسان في المقام الأول فانتشار ثقافة الرحمة أصلاً للحيوانات والأرواح في الأرض هتقلل كمان كمية الجرائم اللي بنشوفها فالإنسان الرحيم أصلاً عمره ما هيتفكر إن هو يقضي حيوان أو إنسان أو طفل هتقل كمان معادلات الجريمة في المجتمع ككل موسيقى في الأول الناس استغربت وأنا كنت متوقعة إن محدش هيوية فق أصلاً لكن فجأت فجأت يعني إن الناس برغم استغربها للفكرة إن هي مرحبة جداً بالفكرة موسيقى أحد بدون ذكر أسماء لما روحت عرضت عليه المبادرة قال لي أنا أعسف جداً أنا مش هأكل كلب أنا تصدامت أصلاً ومقدرتش هتناقش الحقيقة يعني كان الموضوع محرج جداً بالنسبالي ومشيت وأنا سكتها كان نفسي أسألهم ليه يعني إيه السبب إن أنت ما تأكلش كلب مش عاملك حاجة يعني هو في الآخر روح عايشه معيك على الأرض فليه يعني كان نفسي أسأله ليه بس ما قدرتش وقتها بصراحة أسأله حلمي في النهاية إن كل الأكل اللي بيترمي لأ فيه حاجة فيه روح تأكله أياً ما كانت هي الروح دائية مبقاش فيه هادر خالص في الأكل أثارت ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر جدلاً واسعاً بعد الحديث عن فرض رسوم جديدة على المقبلين على الزواج تخصص لإنشاء صندوق جديد للأسرة لتأمين نفقات الأبناء في حال انفصال الزوجين ورغم أن المشروع لم يكتمل حتى الآن ولم يطرح للحوار المجتمعي إلى أن الحكومة بدأت بالتسويق له وتمرير فكرة إنشاء صندوق جديد لجمع الأموال في حين أن هناك صندوق تأمين الأسرة القائم بالفعل منذ عام 2004 في هذه الفقرة نتعرف أكثر على ملامح القانون ومدى قبوله مجتمعياً مع ضيفتي الأستاذة نيفين عبيد مساعد رئيس حزب العدل رئيس لجنة القضايا السكانية في الحوار الوطني رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة برحب حضرتك أستاذة نيفون أهلا وسهلاً في البداية كيف رأيت حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد وفكرة إنشاء صندوق للأسرة شوفي هو بالقطع إن يكون فيه تصريحات رئاسية حول الأحوال الشخصية ده يفيد إن الرئاسة شخصياً مهتمة بقانون الأحوال الشخصية وهي نقطة في رصيد تطوير منظومة الأحوال الشخصية لكننا بالقطع بحاجة إلى إتاحة حوار مجتمعي حقيقي مدروس وفاعل حول مشروع القانون وده لن يتسنى إلا بنشر مشروع القانون هذه النقطة النقطة الثانية تعينا نذكر أنفسنا بأن كانت هناك لجنة في وزارة العادل ومقتم تشكيلها وكان من المفروض أن تنتهي من وضع مشروع القانون خلات أربعة أشهر هذه اللجنة انتهت فترة عملها منذ تقريباً أكثر من ثلاثة أشهر دون أن تعلن عن مخرجة فإن يكون هناك تلميحات إعلامية حول بعض ملامح مشروع القانون يفيد أن اللجنة تعد بما تفي أو تعمل على ما وعدتها كيف رأيتي أن الحديث يأتي من رأس السلطة وليس من الجهات المختصة بالحديث عن مشروع يخص الأحوال الشخصية والتعامل اليومي ما بين الرجل والمرأة شوفي يعني يكون أن يبقى فيه تصريحات رئاسية على مشروع القانون ده شيء أنا بشوفه إيجابي لم يطرح للحوال يعني لم يطرح على هو ما قالش أن الموضوع توافق عليه يعني هو في الآخر الرئيس الجمهورية هو الرئيس السلطة التنفيذية هو رئيس وزير العدل اللي بيشتغل على القانون أن مصر تبقى أن رئاسة أو يعني الرأس السلطة التنفيذية مهتم بقانون الأحوال الشخصية هذه النقطة إيجابية لكنها لا تنفي ضرورة نشر المشروع وإتاحة الحوار المجتمعي الحقيقي عليه فجميل جيد وده شيء إيجابي لنا خلونا أن إحنا نتلقف مشروع القانون أو نطالب بأن مشروع القانون يظهر وأن إحنا ناخد دورتنا في الحوار أستاذا نبين البعض تفاجأ من مشروع القانون أو فكرة أنه في عشر قضاء هم من يقومون على القانون وليس هناك جهات أخرى كالأزهر الشريف أو غيره من الجهات المختصة حتى المجلس القومي للمرأة لم يكن لها حضور أنا أتفق معك في هذا الرأي الحقيقة وده كانت واحدة واحد من الأفكار اللي ترددت بنا كمجموعات النسوية ومنظمات مدافعة عن حول المرأة لما تم تشكيل اللجنة أن إحنا تعجبنا الحقيقة أن اللجنة خلت من وجهات نظر تنوع وجهات النظر فيها وكانت حكومية بالمقام الرئيسي وعلى الإطلاق حتى يعني أعتقد أن فيه قضيتين والقضيتين حتى ما بيطلعوش هما اللي يتكلموا على القانون علما أن المفترض أن نشهدهم في كنوع من الاحتفاء حتى بأن القضيات وصلوا منصة وأن هذا مكسب لقضايا المرأة وتحفيز قضايا المرأة في حالة مصر لكن بالطبع نحن دائما ما نشكو من أو نرصد ونشكو من غياب المجتمع المدني تحديدا والمنظمات الأهلية بتنوحها بتشكيلة متنوعة منها لأن منظمات المجتمع المدني ما هيش حاجة واحدة الأمر الثاني أن إحنا بالقطع يعني نعلم جيدا أن المؤسسات الدينية دورا وثقة في قوانين الأحوال الشخصية حتى وفقا للدستور ولكن من الممكن أن الدستور يكون خلفية للجميع يعني من الممكن أن يكون الدستور خلفية للجميع وأنا أعتقد أن رجال الوزارة العدل والقضيات وغيرهم والمجتمع المدني والمواطن المصري الواعي يعني لا يفقد بصلته الدستورية يعني الدستور حاضر في أزهان الجميع وهو كفيل بأنه هو يكون مرجع أيه مصار طبعا طيب على جانب آخر هرجع بالزمن شوية الوراء أنه كان قانون الأحوال الشخصية تم منقشته وكان تم منقشته أيضا مع البابا توادرس وكان هناك اتفاق على الاجتماع ما بين الكنائس الثلاث ثم الرجوع لمجلس النواب لعمل قانون الأحوال الشخصية أعتقد موحد ما بين الكنائس الثلاث هل تم الإغلاق هذا المشروع تماما؟ شوفي هذا المشروع مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين هو طبعا لا أستطيع أن أنكر أن هناك التعامل معه بسرية وكتمان ولا أعتقد أنه تم طرحه حتى على أبناء الكنائس الثلاثة يعني حتى رعاية الكنيسة اللي بيترددوا على الأدديس واللي بيروحوا هو اجتماعات شباب واللي بيتخلوا أنشطة الكنيسة ما أعتقدش أنه تم فيه نقاشات حوالين حتى مشروع القانون لغير المسلمين وزي ما يفيد الحقيقة أن قصة اختفاء الحوار المجتمعي ما هوش إشكالية رئيسية في مؤسسات الدولة الرسمية وإن كانت هي المنطر الرئيسي يعني أو المسؤول الرئيسي بأن هي تتيح حالة الحوار المجتمعي لكنها أيضا سلوك موجود في عديد من المؤسسات الأخرى الأمر الثالث أن من قال أن الدولة ليست مسؤولة عن أوضع الأحوال الشخصية الغير المسلمين الدولة دولة مواطنة فالجميع يعني مواطن في الدولة وليس متدين أو صاحب عقيدة بعينها أمام الدولة من الممكن جدا الدولة أن تجيز أيضا حوارا مجتمعيا على قانون الأحوال الغير المسلمين وأنها ترعى الحوار وتضمن أن يكون هناك قول حق مستند على حقوق دستورية للنساء والرجال معا بما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين والنقطة الأخيرة اللي أحب أقولها أن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين إصدار هذا القانون حتى للمسلمين هيكون محفز جيد جدا وإيجابي أن غير المسلمين يطفع السطح والحقيقة بقدر ما يمكن تأصيله من حقوق في الأحوال الشخصية للمسلمين بقدر ما ينعكس على الحقوق أيضا لم يمكن أن يكتسبها غير المسلمين في الأحوال الشخصية لقانون الأحوال الشخصية الجديدة الذي صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأنه وصندوق الأسرة البعض تحدث عن أرقام كلهم على حسب تقديره وسؤالي هنا هل صندوق الأسرة مرتبط بصدور القانون يعني إذا صدر القانون سيطبق الصندوق إذا كان من ضمن مواده إنما مش هيكون سابق لصدور القانون طبعا مش هيكون سابق طبعا بعض التصريحات الإعلامية التي شاهدناها هي المفروض أنها بتعرض على بعض الملامح والمعالم حتى إحنا فيها حاجات كتيرة إحنا مش عارفين لم نطلع عليها طب الزبط ما يتعلق بملف الحضانة يعني أشياء كثيرة يعني لم تذكر في ملامح تناولها التصريحات الإعلامية الأخيرة عن الجهاد الرسمية لكني خليني أقول حاجة بالقطع سبب هذا الارتباك المجتمعي اللي حصل هو أنه لم يحدث حوارا حول الأفكار وإحداث حوار هو مسؤولية الجهاد الرسمية فبالتالي أنا بأعتقد أن من الواجب على الجهات المنوطة بوضع ملاء القانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون الأحوال الشخصية أن تتحمل هي أيضا جزءا فيما حدث من هذا الارتباك المجتمعي والتصورات المبالغ فيها حول الأزمة فيما يتعلق بنصيب الأفراد في وضعها للسنة دي أو طبيعة الرسمة المطلوبة وخاصة خلال أزمة اقتصادية بتمر بيها مصر هل تعربتي أيضا لفكرة أنه نفس الصندوق إحنا لدينا صندوق آخر صندوق تأمين الأسرة الأنشئة منذ عام 2004 ويتباع البنك ناصر هل سيكون ذلك متعارض مع صندوق تأمين الأسرة؟ خليني أقول رأيي بس لازم أقول دباجة إحنا قلناها قبل كده حاولي مرتين لأنها من مسؤولية أنها أي حد يعني لا يكتزأ الأمر من سياقه بالقطع يجب أن يكون توضيح رسمي هناك توضيح رسمي ما هو المقصود بصندوق دعم الأسرة في إطار يعني في سياق وبود صندوق تاني اسمه تأمين أنا شخصيا أراهم هم واحد يعني أنا شايفة أن فكرة صندوق دعم الأسرة اللي ممكن يكون قائمة على فكرة الرسوم هي نفس فكرة صندوق تأمين الأسرة بنك ناصر دي قراءة تتعلق بي كمواطنة تهتم بقضايا حول الإنسان وحول المرأة لكني لاستو على دراية بمنطق المشرع فيما يتعلق بهذه النقطة وبمنطق المشرع فيما يتعلق بوضع الأطر العام للقانون الأحوال الشخصية فهناك أسئلة هم ملطين بالإجابة عنها في تقديري أن هذا هو ذاك وحسب التصفحات الإعلامية أنه من المتوقع ارتفاع في الرسوم ارتفاع في معادلات الرسوم ويتنوع مصادرها علشان نغزي صندوق دعم الأسرة في حالة النزاعات الأسرة في حالة نزاع أن تتوفر نفقات للأطفل خليني أسألك حنقول أن الدولة عندها صندوق أصلا طيب هو الحد الأقصى للنفقة من بنك ناصر قدق كانت 500 جنيه وهي طبعا رقم هزلي حالنا توقع من صندوق الأسرة أن تكون الأمر مختلف برضو جزء من الإجابة مرتهم بأن الدولة تكشف عن منطقة وفلسفة التشريع إحنا ما عندناش إجابات أساسية لكن ده ما يخلناش ما نتنقش لأن التجربة المصرية بتقول أنك لما بتسيبي حتى التسريبات أو التصريحات أو حتى التسريبات الصحفية أو حتى يعني ما يقال عليه حتى بلالين للإختبار غالبا ده مش ببقى المصلحة خلينا يوقزين الحقيقة أن الصندوق دعم الأسرة من المفترض أن يوفر نفقات في حالة النزاع إلى حين أن تحصل المرأة أو الأسرة في حالة النزاع على نفقة تتناسب مع واقع دخل الزوج الزوج والحقيقة أنه لو تطور فلسفة التشريع في الأحوال الشخصية على واقع دخل الطرفين المرأة أو الرجل خاصة أنك بتتكلمي في الأحوال الشخصية كمان على منصفة الصروة وهو ما يفيد أن المرأة تشارك حتى لو ما شاركتش مادياً هي بتشارك معنوياً وتشارك في الدعم فأنت بلا ما بقى ما بالك لو كانت المرأة كمان عاملة ففكرة النفقات هي فكرة لها علاقة بتحديد شرائح من النفقة تتناسب مع فكرة أنك أنت في حالة مؤقتة إلى حين ما يتم تطوير المسلق القضائي في النظر للنفقات وتحددها وفقاً لأحكام قضائية مدروسة من الواقع دخل أفراد في جزء آخر أو شقة آخر أصار أيضاً جدل وهو المسألة تمرير أي شيء شرعي لم يوافق عليه الأزهر الشريف أو دون موافقة صريحة ومعلنة من الأزهر الشريف وتقال كمان أنه إذا حدث ذلك سيتم إغهاد القانون ما مدى دستورية ذلك أو ما مدى مشروعية ذلك وهل فعلاً سيلجأوا بالأساس لرأي الأزهر قبل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب برأي حضرتك يعني أولاً خلينا نقول أن الدستور طبعاً بيعطي مكان المؤسسات الدينية والتي منها الأزهر الشريف في أنه يكون طرف في تحديد وتفسير الشريعة الإسلامية وهي مرجعية لعديد المفروض من القوانين ولكنها بتتجلى في الأكثر كمرجحية حسب القوانين الأحوال الشخصية يعني ممكن ما الناس ما تفكرش في شريعة في قوانين اقتصادية وقوانين اجتماعية أخرى لكنها في الأحوال الشخصية بتبقى حضرة بالتجالي فأكيد هيبقى فيه اهتمام لكن خلينا نشير أن وزير العادلة الشخصية أفاد فيما يتعلق مثلاً بتوسيق الطلاق الشفاكي أنه حصل على موافقات مكتوبة من ثلاث جهات سقال فيما يتعلق بالمؤسسة الدينية الأزهر والإفتاء يعني التصريحات اللي خرجت بعد أعلان الرئيس قالوا كده فيما سأعلن فيما سبق عدم جواز إلغاء التقلق ده بعد الفقهاء يعني علقوا بهذا لك أنه رئيس الشيخ الأزهر أعلن ده فيما يعني يعني فيه بيان أصر لبلبلة يعني نعمل لغة آه ايها بالظبط بلبلة حوالين توسيق الطلاق الشفاكي لكن يعني خلينا نقول حاجة الشيخ طيب له رصيد من التصريحات المستميرة والتقدمية واللي بتوعلي فكرة المصلحة العامة وقادر يقدم قراءة وتأويل لنصوص دينية واضحة آآ في القرآن الكريم وفي السنة وذرها لصالح الإنسان اللي عايش في هذا العصر آآ احنا بنأمل طبعا لأن احنا طبعا متابعين هذا البيان ومتابعين الهدود الأفعال عليه لكننا آآ بندعو أن يتم فرص للحوار معانا كمنظمات مدفعا حول الإنسان والمرأة تحديدا ومنظمة مهتمة بملأ في الأحوال الشخصية وآخرين مواطنين في الدولة المصرية أن يتم النقاش معانا حوالين حتمية توسيق الطلاق ومدار عدم توسيقه لأن لو احنا حسبنا مدار عدم توسيق الطلاق أعتقد أنها تكون مدار أكثر مضعفة من ما يتصور البعض من نهايء يعني انتهاكا أو مساسا ببعض يعني النصوص بالزبط ويكون من الأفضل أن احنا نفكر إيه اللي فيه مصلحة الأسر المصرية ونحرسها أشكرك الأستاذة نفين عبيد مساعد رئيس حزب العدم شكرا جزيلا لمشاركتك على شاشة بي بي سي وشكرا لكم مشاهدين الكرام انتهت حلقة هذا الأسبوع من بتوقيتي مصر بإمكانكم مشاهدة الحلقة كاملة على صفحة برامجنا بي بي سي عرب شكرا لكم مرة أخرى شكرا لفريق عمل بتوقيتي مصر لكم تحياتي نسمى السامي اشتركوا في القناة